بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة والطالبات طلاب الصف الثالث سنوي التجاري هنحل مع بعض امتحان 2019 للدور الثاني هنقرأ القطعة سريعا طبعا مكتوب فوق اقرأ القطعة واختار الاجابة الصحيحة طبعا مكتوب 60% الفرنسي يعني ستين في الميام من الفرنسي نانفل في المدين يتلسل لترانسي بان كما يعني بيستخدمون المواصلات الام بوغالر وطرابي لزهب الامل مترو المترو بيس طبئيس طرموين طرموين إلسان بلو براتيك هم أكسر عملي يعني هم عمليين موان شر واقل فالتاكليف أقل دايماً المترو بوغفر لكورس ليتسوقوا يعملوا التسوق بتاع فيزيتار لغزامي زيارة أصدقائهم أو الليه أو سينما أو ذهب إلى السينما أو تياتر أو المصر مي على كمباني ولكن في الريف لفرنسيين بفضلوا بفضلوا إيبا سيبغموني أشفال التنزو على الخيل أو الذهاب إلى الحقول على الدراجة تعالوا نختاروا الاختيار الأولاني مكتوب الفرنسيين بفضلوا يعني أنهم يأخذوا المواصلات العامة في مبعا في الحقول أوشان ولا ألا كمباني في الريف ولا أنفيل في المدينة حنختار طبعا أنفيل آخر واحدة على حسب القطعة اللي قدام يبغى الاختيار الصحيح آخر واحد بعد كده مكتوب رقم اثنين يبغى الاختيار الصحيح آخر في المدينة يبغى الاختيار الصحيح غلوة ولا لان بطئا حركز واعرف أنها ربيد دي اللي جات في القطعة قدامي وكانت واضحة عندي فرقم أربعة الفرنسيين الفرنسيين أم بغاندر بيحب بيحبو أنهم ياخدوا لذهاب إلى السينما عشان يروحوا السينما بقى بيحبوا ياخدوا إيه طبعا احنا قلنا بخاصة المترو فهم الديني ثلاثة اختيارات تراموي ولا البيس ولا لومترو يبقى هي لومترو دي الإجابة الصحيحة عندنا وكل ده أنا بطلعه من القطعة بسهولة والكلمات كلها موجودة عندنا في الدروس بتاعي تعالوا ننقله بقى للسؤال التاني سريعا كده وناخدوه مع بعض السؤال التاني عبارة عن القطعة وفيها أربع نقط برضو صح وغلا مكتوب اليوم سي جودي إنه يوم الخميس بأيام الإسبوع نراجع عليه طوما سيجهز يعني طوما سيجهز عن دينار عشه أسي زمي أسي زمي إلى أصدقاؤه أسي تار ساعة سبعة طوما ديساند طوما نزل أفق ساسير مع أخته أميدي يعني الساعة 12 زهرة بورفر ليكور سيليا تساواقو الون أو مرشي هم زهبوا إلى السوق أم بيس وسيلت المواصلات بقى راح السوق بالأوتوبيس إلز أشت هم اشترو دي تمات تماتم دي كنكمب خيار دي فروماج و جبنة بورفر إن إنارمي سالات عشان يعملوا سالة كبيرة إلز أشت السي هم اشترو أيضا دي غاتو غاتو و شوكالة غاتو بالشوكالة على باتيسري من محل الحلواني تعالوا بقى نشوفوا الأسئلة السؤال الأولاني توم هم أشترك سيزامي أو دينار لجودي يعني توم داع أصدقاؤ للعشاء يوم الخميس الجملة صحيحة تمام هو داعي أصدقاؤ يوم الخميس الساعة سابعة قطعة الرقم الثنين أصدقاء توم هم أصدقاء أو مرشي حيزهابوا معه إلى السوق طبع الجملة دي غلط ده هو راح هو و إيه واخته في رقم ثلاثة توم إيساسار توم واخته بغان لبيس بياخدو الأوتوبيس براليغو مرشي للزهاب إلى السوق هم خادوا الأوتوبيس للزهاب إلى السوق هو نزل مع أخته وذهبوا إلى السوق بي البيس الأوتوبيس يبع الجملة صحيحة هنا أنا جبتها من القطع رقم أربعة توم أشيدو لاجلاسة لاباتيس ريي حيشتري آيس كريم من محل الحلواني طبعا نقوم لغلط ناخد بعد كده المواقف سؤال المواقف بيبقى سبع نقطة أو النقطة بتقول فوديو من دي انت بتسأل فوديو من دي انت بتسأل أنا صديق انت بتسأل صديق كالي تونس بوربري ما رياضة المفضلة هو حيقول حيقول فوتبول ولا دسان اللي هي الرسم ولا بيانو اللي هو البيانو طبعا هناخد له فوتبول أو لوحدة عشان دي رياضة المتعلقة بالرياضة عندنا كلمة له فوتبول لكن رسمة وبيانو مش متعلقين بالكلمة طيب تعال ناخد بعدها رقم اثنين بتقول أنا صديق ماذا تفعل في حمام السباح هتقول له جي ناج أنا بعوم ولا جي جو أو بيانو أنا بعزي بيانو ولا جي فو دو سكي أنا بمارس التزحلق على الجليد طبعا على طول حيخد جي ناج ناج يعني أسبح أو أعوم كلمة ناج كلمة مهمة علينا نبوح نعرفينها مع بعض ناخد رقم ثلاثة أنت بتستعلم أنت بتستعلم عن معاد مباراة كرة قادم فأنت حتقول إيه في أي ساعة بتذهب للأستاذ أو في أي ساعة بيبدأ المباراة أو في أي ساعة بتنتهي المباراة طبعا أنا بستعلم عن معاد مباراة كرة قادم فأنت أخذ التانية اللي هي في أي ساعة تبدأ المباراة اللي هي الجملة التانية اللي الوحدة هذه في رقم أربعة في رقم خامسة الانتغنير المدرب الانتغنير دون دي كونسي يجوير بيعطي نصائح إلى اللاعبين هو بيقول ني جوى پا بيام ما تلعبوش كويس بيفي دي سودا اشرابو كوكاكولا سودا يعني انترنين فبكو اتدربو كويس هي طبعا انترنين فبكو اللي هي آخر واحد في رقم ستة فبكري طبعا فكرين في البر بي دكرير ياصف أنت تاصف انا مي فرنسي لصديق فرنسي لو كليما انجيبت انتاي يعني الجو او المناخ في مصر صيفا انتاي في سول السنة لابد كن نعرفها طبعا اللي هي اتاي و ايفار و اوتان وبرنتان فو ديت انت حتقوله با ان لا نش طام تال دي تساقط ولا الفشول جو حار ولا الفتري فرواء الجو بارد جدا طبعا انا هاخد الف شو هي الواضحة قدامي وانا عرفها طبعا يعني الجو بحر صديق اخر جملة في المواقف رقم 7 يجب أن تسأل تسأل صديق ماذا يحب ان يشرب انت عايز تشرب بتحب تشرب هو حيقول هو بيجاوب بقى جو ديتست لوتا انا بكره الشاي جو نم بالوتا انا ما بحبش الشاي ولا جا دور لوتا انا اي باعش الشاي طبعا احنا هناخد انا باعش الشاي لانه بسأله هو بيحب يشرب فيه دي الجملة الاوضح عندنا يبقى جا دور لوتا انا باعش الشاي بل اخير السؤالة الاختياري المتعلقة بالاختيارات عندنا طبعا هما برضو بيبقوا سبع نقط باخد بالي منهم كويس النقط رقم واحد بتقول اكتيفتي كلمة اكتيفتي مؤنس وجمع اختار الكل الاولانية اختار الكل الاولانية عشان جامعوا مؤنس اي انشطة انتم مارسوها في الصين في رقم اثنين في رقم اثنين طبعا ماتتوب كومانس لو ماتش طبعا عايزين كلمة يبدأ المباراة يبقى ماتا يبقى كومة او ماذا ولا كون هختار كون طبعا ليا التانية ماتا وكم بيا يعني كام طبعا فمش هختار الجملة اللي بعدها بتقول جو لوتينيسا طبعا فيه لو هنا لو خدنا جوي بحتاج بعدها ا لو خدنا فير بحتاج بعدها دو اما ديتيستي يكره افعال الميول ومعاهم دتيستي بتاخد دايما اداة اي معرفة في رقم اربعة جنمبار سات كولير كلمة كولير يعني لون ودي مؤنس يبقى سات اللي انه عيد ميلاد والدتي جلوي اوفر انكادو انا قدمت لها هداية طبعا فيرب اوفر يقدم بياخد دايما لوي طالما عايد على عاقل مفرد في رقم ستة جن بيا مونج انا بحب اكل كتير دي فروماج طبعا كلمة فروماج جبنا دي كلمة مزاكر هتاخد دي على دي دي اول واحد لان دي طبعا اداة تجزاوة دوات التجزاوة دي مزاكر دولار المؤمن سودي للجامعة سوالين بدوب عليهم باخد بالي كويس من اداة الاستخدام دولار خمس سبعة دوم يعني غدا او ملا غدا على طول دور على درب اللي زي مصدر فعل اكل اون دون او دون سوف نتعاش السؤال التاني كاسك تمانج ماذا تأكل كاسك تمانج السؤال اللي بعد كده مباشرة احجاوب ازاي هاخد السؤالين واجاوب على اليوم عادي باكتب سالي في الاول وبعدين اكتب اجابة السؤال الاولاني بالطريقة دي اهو يعني انا بتناول الفطار في السامنة صباح ممكن اكتفي بس لحد كلمة اير اللي هو حرف الاش بس وخلاص طيب السؤال التاني هجاوب عليه برضو تحت سأكل اجابة يعني انا حاكل جبنا اي دولار كون فوتير ومرب يبقى اجابة الاميل نيقل السؤال الاخير بقى بيجب لنا موضوعين ويقول اختار موضوع من الموضوعين الموضوع الاولاني بيقول فيه ايه بيقول طبعا ان انت هتعمل كورس تعمل تتسوق مع والدتك هقول لنا بقى اين هتذهب وماذا ستشترون واين تذهبون الى اخره من الجمل دي وحطيت لتلات كلمات لابد استخدم اهنا هنجاب الموضوع التاني اللي هو بيقول اوصف مزرعة جدك وتحدث عن الانشطة اللي بتعملها في الريف وحطي لي تلات كلمات حقلة ويجمع والاراني تعالوا ناخد الموضوع التاني ونكتب فيه اهو عنده مزرعة صغيرة يعني احب ان اذهب الى مزرعته جمي برومان او شام اتنزه في الحقور ان غامس الفريز بنيد مع الفراولة جيدون امانجي او لابان وانا اطعم جيدون امانجي او لابان اطعم الاراني شكرا جدا لكم ولمتابعتكم ما تنسوش لو عقبكم الفيديو حطوا لايك لي واشتركوا في القناة لتدعمنا بإذن الله روووار في فيديو قادم وإلى اللقاء